السلام عليكم عامليني يا رب تكونوا بخير رجعنا لكم في فيديو جديد فيديو النهاردة يا شباب فيديو طلبتوا مني ان انا هتكلم عن عملة اومجا وازاي نشتغل عليها وايه هو المشروع بتاعها طيب انا درست المشروع بصيت عليه تمام ممكن ندف العملة معانا لان العملة ذاتة قوة وهتبقى ذاتة بلوكتشين هيبقى ليهم منصة خاصة بيهم عملة ذاتة فريق قوي عملة ذاتة مشروع قادم هيفيد المجتمع وهيفيد الناس ان شاء الله لازم ان حضرتك تلحق العملة من بدايتها احنا هنعدن العملة من على التليفون ان شاء الله زي ما حضرتك شفت كده فكور كنا بنقول تعدين عملات ايه مابش حاجة اسمها تعدين عملات وكل الكلام ده كدبه ومش عارف ايه وستمرنا على الفترة ديت كان عندنا امل بسيط دلوقتي الامل ذات كتير لما العملة اندرجت وقدرنا نبيعها وناخد فلوس من ورها دلوقتي حضرتك لو مش شغال على ايه حاجة تقدر تشتغل على التعدين بتاع العملات الرقمية احنا بنجيب لحضرتك المشاريع والعملات الكوية ان شاء الله طيب انا عبدالعزيز من قناة كريب تويلز هدفنا من القناة زيادة رأس المال والربح المجاني لو حضرتك جديد واول مرة تشوفني ففضلا وليس امر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان وصل لحضرتك كل جديد واللايك الجميل بتاعك يا هندسة على الفيديو تشجيعا لنا وكومنت براية حضرتك ان كان سلب او ايجابي هنوزع النهاردة يا شباب الخمسة دولار احنا كنا اتكلمنا عنهم في فيديو سابق فحضرتك كمل معايا الفيديو للاخر تستفاد من المشروع وتستفاد من المسابقة ان شاء الله حضرتك كنت تسعاد الحظ معنا وعشان ما نتقولش في المقدمة خلاها نصلى على النبي يلا بينا تمام يا شباب هنا فتحنا الموقع الخاص بيهم لازم ان حضرتك تركز معايا شوية في المشروع انا اقول لحضرتك نبذى عن المشروع تطبيقه على طول اول حاجة هنا بيقول لحضرتك شبكة اوميجا مسجلة كشركة خاصة محدودة في المملكة المتحدة تمام تاني حاجة معنا بيقول لحضرتك تاريخ تأسيس الشركة تأسست الشركة بتاريخ تلاتين تسع الفين اتنين وعشرين لسه شركة حديثة طيب وهنا بيقول لحضرتك رأس المال المخصص للمشروع خمستاشر مليون جنيه استرليني رقم كويس جدا هيقدروا يتواروا المشروع بشكل كويس جدا هنا بيقول لحضرتك جيمس براون ده المؤسس او صاحب الشركة هنا بيقول لحضرتك هو المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة اوميجا سيظهر عالنا عندما تدخل شبكة اوميجا مرحلة الشبكة الرئيسية يعني ايه الشبكة الرئيسية واستاذنا اقول لحضرتك الشبكة الرئيسية دي يعني انطلاق العملة يعني انطلاق العملة يعني لما العملة تشتغل وتبقى متاح علينا كتدول هي دي الشبكة الرئيسية يا شباب في نقطة مهمة هنا بيقول لحضرتك سنقدم تدريجيا التطبيقات اللامركزية دابس يعني هيعملوا تطبيقات لامركزية ومحافظ لامركزية لانشاء منصة انترنت مفتوحة ونظام بيئي من البلوكتشين هيبقى عندهم بلوكتشين خاص بيهم كلام جميل جدا تلتزم شبكة اومجا باستخدام تقنية والمحافظة الالكترونية هدفنا النهائي هو ان تصبح عملة اومجا ويب سريق الاجتماعية والتجارة الالكترونية يعني ايه يعني هدفهم ان العملة تبقى زيتا بلوكتشين هدفهم ان العملة نستخدمها في حياتنا اليومية هدفهم ان العملة تبقى في التجارة الالكترونية يعني حضرتك تقدر تتسوق بيها يعني حضرتك تقدر تشتري وتبيع بيها كمثال امازون كمثال علي بابا وهكذا يا شباب هنا عرفنا الشركة هدفها ايه الشركة هدفها جميل جدا الشركة زيتا بمشروع قوي جدا الفريق قوي الفريق الزكي ما نضيعش حاجة زي كده يا شباب زي ما حضرتك شفت في عملة كور العملة عدناها وبعد كده دخلت في الشبكة الرئيسية اللي هي التداول وبعد كده عبقنا عملتنا واستفدنا منها طيب احنا مش عايزين نضيع حاجة زي كده عملة زي دي عملة هتبقى قوية وزاتها مستقبل جميل شركة وناس شغالين في مالا على ارض الواقع بجد وعمل تمام يا شباب خلونا نشوف كده مع بعض شركاء الشركة دي مين والمنصات اللي ممكن تندرج عليها تمام يا شباب عندنا هنا الشركاء من اقوى الشركاء اللي موجودين حاليا في الفين تلاتة وعشرين والفين واتنين وعشرين كانوا متصدرين الصراحة مالتكوين و سي ام اس باينانس لابس وعندنا كمان جيم سوفت جيم سوفت يعني ايه يعني العملة هتبقى برضو مرتبطة بألعاب ألعاب بلوكيتشين نقدر نلعب ألعاب ونربح منها عندنا شركاء كتير عندنا تقريبا هنا 8 شركاء ولسه طبعا هيديفه ولسه هيزوده من الشركاء بتاهم طيب احنا خدنا نبزة كده عن المشروع لو تحب ونكمل المشروع ونقرأ الورق الابيض مع بعض ونفصله لحضراتكم كده ونعرف برضو مع بعض التوتل صبلاي كام ونعرف أهداف المشروع على المدى الطويل وخطة الطريق وكل الحاجات دي هتنعرفها في فيديو جاي اكتب لي في كومنت يا هندسة وان شاء الله هعمل لحضراتك جزء تاني خلونا دلوقتي نحمل التطبيق مع بعض ونشوف طريقة العمل عليه تمام يا شباب هتلاقييني سايب لك لينك التحميل بتاع التطبيق في الدسكريبشن على اول كومنتو مسبت اول ما هتضغط عليها يفتح لحضراتك الوجهة اللي انت شايفة دي دلوقتي بقول لحضراتك عندنا طريقتين للتحميل الجوجل بلاي والإبي كي عايزين نحمله من على جوجل بلاي نضغط عليه كده هنقول له هنا انستول طيب تمام هيحمل معانا وهارجع لحضراتك تاني تمام يا شباب هو هنا دلوقتي بيعمل لنا انستول هنقول له هنا اوبن تمام بيحمل معانا هنقول له نيكست نيكست ضن هنا بيقول لحضراتك لو عايز تعمل تسجيل دخول خلينا بس نغيره اللغة الاول بالعربية كده من فوق من على اليمين كده بقت معانا باللغة العربية خلينا نجيله على كلمة تسجيل ليس لديك حساب هنا نضغط عليها تسجيل هيقول لحضراتك اكتب لي الجيميل بتاع حضراتك نكتب له الجيميل بتاعنا وبعد ما حضراتك هتكتب الجيميل هنكتب له هنا البسورد وهنكرر له هنا البسورد تاني تمام يا شباب كتبنا له هنا البسورد بتاعنا والجيميل بتاعنا هنا بيقول لحضراتك بمعنى اصح لازم البسورد بتاعك يكون تماما احرف على الاقل ويكون فيهم رقم ويكون فيهم حرف كبتل على الاقل طيب خلينا نعمل تسجيل نضغط له على كلمة التسجيل تمام هيقول للحضرتك حلال الكباتش اضغط له على ايام نوت روبوت نضغط له هنا تمام حمل معنا تمام قال لحضرتك اللي انا بعدت لك رسالة على الجميل روح على الجميل واكد لي الرسالة دي نرجع تاني للجميل تمام يا شباب الرسالة عندنا فوق اهي نضغط عليها كده هنقول له هنا طيب تمام نضغط عليها قال لحضرتك هنا تمام نرجع بقى للتطبيق نضغط له على كلمة اغلاق هيقول لي لحضرتك اعمل لي تسجيل دخول بقى بالجميل اللي انت لسه عمله والباسوارد تمام يا شباب دلوقتي هنتغط له على كلمة تسجيل الدخول كتبنا له الجميل والباسوارد بتاعنا نضغط على تسجيل الدخول تمام هيقول لي لحضرتك هنا ديت اعدادات الحساب بتاعتك لازم ان تعمل الاعدادات ديك علشان حسابك يبقى جهز للتوصيق هنا بقول لك يجب عليك استخدام اسمك الحقيقي هنكتب له هنا الاسم بتاعنا كامل زي اللي في البطاقة بالزبط انا كتبتلي اسمي لو اسمك في البطاقة 5 اسماء اكتب له 5 اسماء لو اسمك 4 اكتب له 4 وهنا بقول لحضرتك ادخل اسم المستخدم الخاص بك ده هيبقى كود الدعوة بتاعك ده اللي هتقدر تروج بيه بعد كده هنكتب له مثلا هنا كريبتو ويلز اسم القناة بتاعتنا وبعد كده هندغط له على كلمة تأكيد وبيقول لحضرتك كمان هنا ايوا عفن يا شباب بقول لحضرتك هنا لازم ان يكون في حروف كمان هنكتب له كريبتو ويلز 3 سبعات ونقول له تأكيد تمام يا شباب يفتح مع حضرتك الوجه دي بيقول لحضرتك هنا احصل على هدية من اوميجا للطرفين عند ادخل رمز الاحالة من صديقك يعني حضرتك لما تحط له هنا كود الدعوة بتاعي حضرتك هتاخد هدية وهي 20 عملة هسيب لك انا كود الدعوة بتاعي في الديسكريبشن او اول كومنتو مسبت برضو حضرتك هتستخدمه وتاخد العشرين عملة مبروكين عليك وبعد كده نضغط له على كلمة التالي هيبدأ يحمل معانا ويفتح لنا وجهة التطبيق كل اللي حضرتك هتعمله لانت تضغط له على كلمة بدء بش اكتر نضغط على كلمة بدء هنا بقى بدأ يعدن معانا هوت وبيجمع لنا عملات بيقول لحضرتك هتاخد 0.01 من العملة كل ساعة لو حضرتك ما عندكش احالات كل ما يكون عند حضرتك احالات كل ما عدد العملات هيكون اكتر في الساعة هنا بيقول للحضرتك عندك 20 عملة هو من كود الإحالة اللي حضرتك دخلته فخدت 20 عملة هدية هنا بقى يا شباب ما عندهمش ولا إعلانات ولا أي حاجة حضرتك كل اللي بتعمله كل 24 ساعة تضغط له على التعدين بس مش أكتر وخلينا نضغط على الشريط اللي فوق ده كده أو الثلاث نقط اللي فوق على الشمال هيزر لحضرتك الحاجات اللي موجودة في التطبيق هنا عندنا الصفحة الرئاسية اللي هي وجهة التعدين وهنا عندنا المحفظة خلينا نضغط عليها كده عندهم محفظة داخلية في قلب التطبيق بيقول للحضرتك الرصيد اللي عندك قد إيه وهنا بيقول للحضرتك الرصيد غير مؤكد لأن انت لسه ما عملتش كويسي كويسي لسه ما تفتحت هذا هو أو إما اللي زي كنت بتعدينه بفضل فريقك سيتم نقل من نت عندما يؤكد أعضاء الفريق شكسياتهم يعني إيه الكلام ده وليكن ان حضرتك دخلت 10 أشخاص في الأحالات يعدلوا من تحتك هل هتحصل على العملات اللي انت قسيتها من خلال الحالات اللي انت عملتها هتكسبهم بس في شرط واحد لما الحالات دي تفعل كويسي أو تعمل عملية كويسي أي تطبيق بيعمل كده عرفنا النقطة الاولى هنا بيقول حضرتك الرصيد القابل للنقل للمين نت للشبكة الرئيسية لسه ما تمش عمل كويسي لما يتم عمل كويسي هتلاقي أن عملاتك بقت هنا في الرصيد القابل للنقل للمين نت المين نت يا شباب اللي احنا اتفقنا خلاص اللي هي الشبكة الرئيسية الشبكة الرئيسية يعني ايه لما العملة تنطلق للتداول طيب تمام خلينا نشوف اللي بعده الجدول الرئيسي كده ممكن نبص عليه مع بعض لسه ما تزبطش لسه مع الشبكة الرئيسية برضو تقريبا طيب تمام كل اللي حضرتك مطلوب منك اللي انت هتعمل ايه هتجيله مسلا على فريقي هنا هتعرف الناس اللي تحت منك ده الشخص اللي هنا دخل تحته في الحالة بتاعتي حضرتك هتلاقي هنا معرف الدعوة بتاعك كود الشخص هيسجل بيه من خلالك علشان ياخد المك وضربة الدعوة تقدر تروج ليه على منصات التواصل الاجتماعي ومع الزقائق ومع اي حد عشان تزيد عندك عدد العملات ويزيد سرعة التعدين بتاعتك ولو عندك هنا ناس او عندك هنا احالات مش شغالين او غير نشطين تقدر تضغط على كلمة تسكير الصديق الغير نشط عشان يجي له اشعار يقول له افتح عدن يلا طيب تمام احنا هنا عارفنا كل حاجة عن التطبيق بشكل مبسط كده ان شاء الله عشان وقت الفيديو هنعمل حلقات جاية واعرف حضرتك بشكل اكبر واي ت احديث هتلاقينا مع حضرتك لو حضرتك عايزنا اتكلم عن المشروع بشكل اكبر تواصل معي اعمل لنا كومنت وقول لي انا عايز تكمله للمشروع وان شاء الله هعمل لحضرتك هل كده بقى انتهينا من فيديو النهاردة هقول لحضرتك لا لسه احنا هنوزع دلوقتي على الخمس اشخاص اللي كنا عاملين المسابقة بتاعتهم نشوف بقى مين بشكل عشوائي عن طريق الكومنت نختار كده مع بعض خلينا نرجع على الموقع بتاع الاختيار العشوائي خلينا كده يا شباب نشوف مين الخمسة اللي فازه معانا واللي ما تكسبش يا شباب ما يزعلش ان شاء الله هنعمل المسابقات جاية كتير خلينا نشوف مين اول واحد معانا فاز نضغط له هنا على كلمة يبدأ نشوف اول واحد معانا اول تعليق معانا كسب يا شباب اسمه استفد كتب لنا رقم خمسة رقم خمسة ده يا شباب بقوله في اخر الفيديو لو حضرتك كملت الفيديو بتلاقييني في الاخر بقول لو حضرتك وسلت الحد هنا كتب لنا رقم خمسة فهو اكمل الفيديو معانا والف مبروك عليك يا غالي تواصل معانا تليجرام عشان اقول لحضرتك المكافأة توصلك ازاي خلينا هنا نشوف رقم اتنين هنا رقم اتنين معانا اسم محمد خدير كتب لنا كومنت بالتوفيق ان شاء الله الف مبروك يا محمد تواصل معانا تليجرام خلينا نشوف رقم تلاتة رقم ثلاثة معانا هو أحمد ألف مبروكة سوك احمد تواصل معنا للإجرام عشان أقول لحضرك المكافئة توصلك إزاي خلينا نشوف رقم أربع رقم أربع محمد محمد كتب لنا كومنت ماشاء الله تبارك الله عليك يا أخي شكرا لك على كل شروعاتك حبيبي أستاذ محمد تواصل معنا للإجرام علشان أقول لحضرتك المكافئة هو توصلك إزاي خلينا نشوف رقم خمسة رقم خمسة معانا اسمه ستوري الهيئة عاش بالتوفيق حبيبي هندسة اتواصل مع تلاجرام عشان اقول لحضرتك المكافأة توصلك ازاي ما الفوبروك يا شباب لي اللي فاز واللي ما فاز ما يزعلش ان شاء الله في الفيديوهات الجاي يبقى ليك نصيب وتشارك معنا باذن الله وكده يا شباب يكون انتهى فيديو النهاردة لو لسه ما عملتش اشتراك ففضل ما ليس امر الاشتراك في القناة تفعل زر الجرس عشان اوصل لحضرتك كل جديد هدفنا من القناة زيادة رأس المقل والربح المجاني واللايك الجامل بتاع حضرتك وكومنت برأي حضرتك ان كان سلبة او جيابة بتكبر كل كومنتات وبرد عليها كلها واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم